اخوتي اخواتي ستكلمون على القضية للإفراغ وعن تكلمون الناس ناضطه واحد لهجوم كبير على أراضيها على ما تقول حسبي الله ونعم الواكيل وأن بنتم على الحقيقة لكم وأنكم يجبون الحق للأبد لكم وأنا 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 اخوتي اخواتي كيف يعقلاتي اللي كتكلموا عليه وأنتم أبضلكم كمغاربة وأبضلكم كأناس عاديين وفي الحياة أنكم أي واحد تحقف ذلك الموقف سيطرع من كثير من هذا كيف يعقل ما تخليوش الناس يقولوا حسبي الله ونعم الواكيل فوضنا أمرنا إلى الله ويقول لك ظالم يعني أنك أنت ظالم أش طلعك أنت ما وانت عندك عندك رجال الأمن أو عندك رجال الضارك المختصين هما طلعين يجبون لكم الإفراغ أخوتي اخواتي كيبعد نبزر تكلمون على القضية للإفراغ ما فهمنا ولو وشكي الإفراغ إلى آخره سنقول لكم شوف احنا كنتكلمون على ذلك وشكي اللي كاين وليك يجيب استدعاء سنتكلمون على الأمور اللي يعني كتوصل بها الأخ محمد القضية يوم فيها قضية دي الإفراغ القضية دي الإفراغ أن دي نهار دي الإفراغ هذك تأجلت تأجلت رأفتان ورحمة أقول لكم ذي النساء اللي ما رحمهم شي دي كالراجل هذك تأجلت يقول لكم واحد النقطة اللي قد تقولون أنتو ما عاق عاق أنتو ما ما ساخت كيفاش عندكم الرضاة في الحياة دي لكم وشوشتو شي مرضي كيعمل المسخط وششتو شي مرضي كيعمل المسخط المرضي كيعمل المرضي والمسخط كيعمل المسخط إذا كان يزيد مسخط المنبع دياله ماين وإذا كان المرضي المنبع دياله مافاين أنتوما قد طلبوا من الناس اللي خرجين يتشردوا من البيوت ديالهم وبدون التعويضات قد طلبوا أنهم خصهم يمشون عندهم يبوسوا يدوا يبوسوا رأسهم قلوا برابوا عليك والله العادي من أتبر كله عليك ومن يعطيوه القرآن حلفوا في القرآن ويزيدوا له الزابور والإنجيل والطورات يعطيوه جميع ومن يعطيوه الكتب للأديال السماوية يعطيوه جميع لكم لكي يحلط بجميع أنواع الحلوفات فهمتو؟ كان عليك سهلة تعطي حتى الإنجيل والظابور والطورات أختي فهمتو كيفاش؟ هنا ما فهمتكم شي كيفاش هات الشخص كيفاش طالع كيتعاير وطالع كي يكذب كيفاش غد حترم واحد الإنسان كي يكذب؟ كيفاش غد حترم واحد الإنسان كي يكذب؟ ولو لقاب ديالك تشوف آبك أو قاطع يدوم من رحمتي لربي إذن ما يستحقش الإحترام ورغم هاتك هم حترموه كيفاش كتشوف واحد الآب ما يخافش من الله إذن عش غنعطيه القيمة واحد إنسان كي يحلف على المصحف كذبا وتقولوا العاق شكل يعاق؟ واش اللي صيفته تم يحلف كذبا؟ واش اللي صيفته شرد الناس ظلما وعدوانا؟ واش اللي صيفته يديع للرقبة دياله ديالك الحوطلين بنين بالعلاق ديال محمد؟ شكل هو عاق؟ ولا اللي كيقول حسبي الله وانعمل ولكيل غد ترشوني من ضر ديالي وغد شردوني وما جدك القوة كبيرة كأنك هاجم الحرب فيلسطين مع إسرائيل ولا فأيان هو الحفطة ديالك عادي جدا غيشوا الدارك اللي مختصن بهذه القضية هذه هم اللي غدي يهضروا معاه يقدموا للسيداء وغدي خرجواه وغدي يعرفوا كيفاش يقنعواه ويتفهموا معاه لأن الدارك يبقى دائما هادوك الناس يعني عندهم الرحمة فوق القانون شوف كيفاش يرحموا ديالناس تحياتي ليلوم تحياتي هاد الناس اللي اعطواك واحد أنا أنا كان حيي الدارك الملاكي كان حيي ديالك الدارك اللي طلع عن تم منهار ديالالإفراغ شبوا للكم شبوا للكم علاش أعطيته درس نلجد أعطيته درس تحياتي للناس لوقفة الإفراغ على وجهة ديك السيدات الحوامل تحياتي للكم راه تنحن الرؤوس إليكم تنحن الرؤوس إليكم أعطوك درس حنو رغم أن القانون القانون والخدمة خدمة هذه خدمتهم هذه خدمتهم كيقرأوا كيضربوا على ديك الخدمة أنهم يطبقوا القانون ولكن رأفة ورحمة شوف كيفاش تعملوا مع النساء الحوامل خافوا على الجانين اللي في البطن اللي باقي مزدش في الحياة هم حنو في الجانين اللي باقي مزدش في الحياة وعطوه القيمة للمرأة اعناش لأنهم ما شاء الله عليهم قرأوا وقرأوا على المرأة وقرأوا في أو قد درسة ديالهم أنه بكيفاش وصى على المرأة وكيعملوا بالخطة بتسيدنا الله نصر ويطولنا عمره كيفاش يوصي على المرأة وكيكبر بيها تومان ماشيين على ماشيين على الدين وماشيين على الخطب أو ماشيين على ديال سيدنا الله نصره أعطوك درس أنك هو مرأة وفي ديك الناس وانتا اللي يدمك ولحمك وحامل كتاب الله وقابه الجد وفقي محنتي مرحمتي أعطيوني داري أخرجوا لي مضيورة ديالي أعطيوني داري الله يود واش غاديها معاك هاشريف واش غاديها معاك نالقبار وراه المولوك خلوا القصور ومشاوا بقاتغال بصمديالهم بقاتغال ديك رديرهم على اللي خدم بلده وخدم الشعب وكان مالك في المستوى أو رئيس في المستوى بقوا كيتحنلوا الرؤوس من اللي كتفكروا أو كيبلك في شي مقطع أو كتسمع شي كلمة يلو كيتهز 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 كامل الحمد لله انساهم حتى التاريخ انساهم شوف الدرك كيف حنو حنو في دمك وانت ما حني تشي في دمك كيفاش غا نحترمو هاك الشخص وزائده هما ما سبوش هما ما قدفوش هما قالوا لو حسبي الله ونعم الوكيل ومن اللي حتلفوا القرآن كاذبا هما متأكدين عندهم كل القناعة أنه يقدر ابنهم هما ونحقهم يصفقوا أبرابوا عليك أبرابوا عليك ما فعلتنا بينك وبين الله ونقولوا هاد العيل العاق شكل يرباه وولد من هاد العيل العاق قالوا مين ذيك الوريقة قالوا من ذيك شجيرة ما نرضايش أنا أقول بني مسخط أنا على نفسي يكون بني قطع الوراقي ما نرضايش نقول بني مسخط لأنها سيكون تضيف فيها أنا سيكون سيكون خلل مني أنا في التربية أو أنا عمل شي حاجة في حياتي شي كالي تفحياتي ربي يعني عاقبني بهذا الدرية هذه ما نرضايش نحط لأصي في هذا شي هذا فهنا هذا هو أخوتي أنه جات وستدعى حص نهار 22 ونهار دي الاثنين أنه يسلم سوارت بكل هدوء ولكن كذلك كان طلبه بالتعويضات محمد إذا كان عندك مقطع دي الكاميرا كذلك تقدم دعوة دي التعويضات راه القضاء والقانون ما كيدي يحش المواطنين دياله مدام تينا نفدتي الأمر دي القضاء وسلمت الضيور اللي بنتيهم بعراقك تينا وبابك الخلى في الله فمن حقك أنك طلبهم بالتعويض والقانون يعطيك تعويض ديالك لأن من حقك هذاك عراقك هذاك ومن حقك التعويض باش مشي دعم السكينا نولادك وهناك أقول لك أخي محمد شوف بانوا على الحقيقة ديالهم بانوا عائلات حلوية بانوا بأن تدمرخص عندهم بانوا بأن عبادوا الأطسنس بانوا بأن عبادوا الأموال بانوا بأنهم تربوا في الجوع ملهوطين على الدنيا لآخر أيام العمر ديالهم حلفوا في المصاحف كذبا ونفقوا على ود الأموال بانوا أنهم يعني كينفقوا ما بين الأولاد ديالهم بأنهم أنهم قسموا بدون عدل بأنهم يعني بزار أمور عملوها في آخر الأيام ديالهم وأنهم تعدوا عليك وليديك يعني اللي هو معائلتك هذ الجاد والجدة إلى آخره كما شفتوا محمد قلكم يا ودي كتسب فيي وكتقول لي غادي نغلق لك فعلا أبرابع لكم كنتوا قد الكلمة ديالكم وعدتوا وفيتوا غلقتوا شتتوا من ديول شرطتوا أعطيتوا لنس في يكلوه في اللحم وعطيتوا لنس في إضراف الأعراض قد لسقوا في الحشف قد قولوا بأن نسي أزراف الأعراض تنتو ما ضربته في الأعراض والدك هو اللي اللي الذي ضرب في الأمهات وضرب الأم الرادية والدك هو اللي اللي الذي Estados أعطى معلومات كل شيء كل شي بالدلائل لا تضغطوا الشمش في الغربان فكنتم صباقين يعني عملتوا شي شي شكاية بناجيب لانه عنده هم يتلم لانه شفر عليكم بزادي النقط فقلتوا محمد ما عنده تنشي نقطة نحن كنا كنا نصبوه في ناجي والزوجة ناجي والام ناجيب فمحمد ما منحقوش يقدم الشكاية بان نسيب ديالو تهانات ولا نسيب ديالو تهان الى اخره جيشتوا قنوات خلصوا متتبعين طلعوا كياموا مضاخلات وكيضربوا في الأعراض كياموا متتبعين لهم كيعملوا مضاخلات ومخلصين بالشهرية ديالو تبارك الله عليكم تطعطوا اموال باش تضربوا قنوات لكبنا صار الحق ابرابوا عليكم يعني ما قصرتوش من الجهد ديالكم ما قصرتوش وخاكم بغوا اننا نتعطفوا معاكم ولا نتعمقوا معاكم ربما وربما كنوا احنا غلطين ولكن في نهاية المطاف كنجبكم انتم ناس خاطرين الوحيد يقرب منكم ثم عاملين في حال البركان اللي يقرب من عندكم اضحرقوه وليدخل في الطريق ديالكم الطريق ديالكم ما مناش الرجوع فمستحيل ثم مستحيل ان نطلح على طريقكم هناك نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم فرضا 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 الناس لي ما نصرتش الحق والناس لي ما ما وقفتش هاد المهزلة والناس لي ما قدش دخل الخيط بياط في هاد العائلة حسبي الله ونعم الوكيل في هاد العائلة اما الناس ما عندهم ما يعملو لكم وما رضوش فح ثانشي واحد ثانشي قانا قاناوات بغين يخدموا على راسهم عطيتهم المعلومات هما كيوصلوا الرسالة لاغر اخوتي اخواتي كانت من هذا الفيديونا الاستحسان ديالكم كتروا لنا من التعالق وكملونا المشاهدات ومتبخوا لشينا باللايكات وبرتاجيوا لأول مرة كيزوا هاد القناة ما يبخلش علينا بالابوني وفعل الجرس دمتم في رعاية الرحمن وإلى الملتقى